موسيقى مشاهداتنا مشاهدين نحييكم جميعا ونرحب بكم في ضيف الظاهرة أكدت المحكمة الدستورية في جمهورية الكونغوة الديمقراطية فوز الرئيس فليكس تشيسيكيدي بولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في العشرين من الشهر الماضي وبحسب النتائج النهائية الصادرة عن المحكمة الدستورية فإن فليكس تشيسيكيدي حصل على نسبة تفوق 73% من الأصوات فيما تقاسم باقي المترشحين النسبة المتبقية محاور إذن نتحدث عن قرار المحكمة الدستورية في عدة محاور لكن قبل ذلك ينضم إلينا هنا في الستوديو الزميل محفوظ ولد السالك مسؤول تحرير بإذاعة ميديان خبير في الشؤون الإفريقية محفوظ ولد السالك أهلا بك مرحبا بك محمد إذن الطعون رفضت من لدن المحكمة الدستورية وهي أعلى هيئة قضائية يتم لجوء إليها في النزاعات الانتخابية يعني ذلك طبعا أن تشيسيكيدي رسميا شرعيا هو الرئيس في ولاية ثانية هل كان ذلك متوقعا؟ لم يكن متوقعا على الأقل بهذه النسبة الكبيرة لأننا نتحدث عن نسبة فقط 73% وأصلا هذه الانتخابات كانت فيها جولة رئاسية واحدة كانت تنافس حتى أيضا محتدم لأن هناك شخصيات معارضة كبيرة ذات شعبية شاركت بالتالي الفوز بهذه النسبة لم يكن متوقعا كان متوقعا أن يفوز ولكن بنسبة أقل أما أن يصل هذه النسبة في الأمر لم يكن متوقعا بل إن المحكمة الدستورية لم تكتفي برفض الطعون فقط وإنما رفعت حتى نسبة فوز فليكس شيسكيدي النسبة التي أعطته لجنة الانتخابات حينما طعن أيضا بعض أنصاره في الانتخابات ارتفعت نسبته وزادت بقليل في النتيجة النهائية يعتقد أن هناك عاملين أساسيا ربما أسهم في فوز الرئيس بهذه النسبة العمل الأول أن غالبية الكونغوليين يعني زكوا ولايته الرئاسية الأولى وفاب الكثير من الوعود والتعهدات واتضح أنها لم تكن يعني وعود انتخابية عابرة وإنما كانت هناك يعني نتائج ملموسة على أرض الواقع طيلت فترة الولاية الرئاسية الأولى والعامل الثاني هو تعدد مترشحي المعارضة وبحيث أنهم لم يستطيعوا يعني التكاتف حول مترشح واحد لمنافسة الرئيس وتعدد المترشحين جعل الأصوات أيضا يعني لا تنحصر في مرشح واحد وهذا استفاد منه الرئيس فليكس شيسكيدي بالتالي هذا جعل نسبة فوزه يعني ترتفع بنسبة كبيرة جدا وأقرب منافسه لم يستطع تجاوز 18% لو كان هناك مرشح معارض واحد لتجاوز هذه النسبة هل المرشحون الآخرون الآن يقبلون بهذه النتائج وطريق الآن سالك أما بتشكيدي في مباشرة أولويات هذه الولاية على الأقل تجاوزنا المرحلة يعني الصراع ولنقول الشرعي لأن المحكمة الدستورية قرارها في النهاية والقرار النهائي وهو الفيصل كانت هناك طعون كانت هناك حتى احتجاجات كانت هناك يعني امتعاض من بعض المترشحين وما إلى ذلك تقدموا بالطعون ولكن حينما رفضت المحكمة الدستورية هذه الطعون أعتقد بأن حدة ذلك الاختلاف تراجعت بشكل كبير جدا لأن أصلا وصول فليكس شيسكيدي إلى السلطة عبر انتخابات رئاسية كأول رئيس في الكونغو الديمقراطية يصلها عبر انتخابات شفافة ونزيهة قالت ذلك معارضته حتى حينها فتح قوس جديدة ديمقراطية أصبحت فيها المؤسسات معتبرة من طرف مختلف المتنافسين والخصوم وبالتالي أعتقد أنه بعد هذا الإعلان ستخف حدة الاحتقان وستخف حدة المعارضة التي كانت تدعو إلى الخروج إلى الشارع وإلى رفض النتائج وما إلى ذلك إذا حصل ذلك طبعا يتفرغ شيسكيدي لنقول أسبقيات هذه الولاية ومن ضمن هذه الأسبقيات هناك ملف أمني ثقيل في الواقع في الكونغو الأطراف الحدود الإقليم الجوار كل هذا لربما يثقل كاهل صاحب القرار في الكونغو أكيد هناك بعدان في هذا الجانب هناك البعد المتعلق بالجانب المجتمع العرقي لنقول كانت حدته كبيرة خلال الحملة الانتخابية حصلت بعض المناوشات كان هناك قتلى وجرحة وما إلى ذلك بالتالي المخاوف كانت كبيرة جدا من أن البلاد تنجر إلى لنقول مواجهات عرقية بين بعض المكونات والمجتمعات وبالتالي هذا يشكل أولوية لتشيسكيدي في المرحلة المقبلة بحيث يعطي الانطباع لمختلف الأطراف بأن الكونغو الديمقراطية دولة تسعى لجميع وبأن المكونات الاجتماعية والعرقية اختلافها وتعددها يشكل نقطة قوة لا نقطة ضعف ينبغي التركيز عليه بالتالي ردم هذه الهوة وإشعار مختلف الأطراف بالمساواة في الحقوق والواجبات أمام المؤسسات الدولة هذا عامل مهم سيركز عليه فليكس فيسكيدي في هذا الجانب بحيث يقطع الطريق أمام المواجهات العرقية والتي أودت بحياة الكثيرين في بعض الدول الإفريقية العامل المتعلق بالجانب الأمني خصوصا في شرق البلاد أيضا هو يطرح تحدي لكنه تريك سابق لفليكس فيسكيدي كانت خلال فترة جوزيف كابيلا وحتى من قبله خلال فترة والده لوران ديزيري كابيلا بالتالي يمكن أن نتحدث عن تراكم هذا التحدي بشكل كبير جدا واليوم نتحدث عن وجود أكثر من مجموعة مسلحة تنشط في الشرق الكونغولي مواجهتها يطرح تحدي كبير جدا ولكن أعتقد بأن فليكس سيركز في هذه الولاية الثانية على محاولة البحث عن مخرج وعن حلول جديدة غير تقليدية لهذا الملف بحيث لا يكون البعد الأمني ومواجهة هذه المجموعات هو السلاح الأوحد للدولة حينما تحدثت أنت عن شرق الكونغو نتحدث بالضرورة عن الجوار نتحدث عن العلاقات المعقدة مع رواندا عن مسألة الدعم الفصائل المسلحة التي تعتبر الكونغو أنها تهدد استقرارها وأنها لربما ذات ميول انفصالية بشكل واضح وتتلقى الدعم بشكل مباشر بكل أنواعه من لدن رواندا هكذا تتهم الكونغو جارتها هذا العامل يعني هذا الاختلاف وهذا التوتر في العلاقات بين كينشاسا وكيغالي يعني كانت حدته بشكل كبير جدا خلال نهاية الولاية الأولى لفليكس شيسكيدي الكونغو ديمقراطية تتهم رواندا بشكل مباشر بدعم حركة أم 23 أو 23 مارس هذه الحركة على أساس أن معظم يعني مكوناتها من عرقية التوتسي بطبيعة الحار رواندا تنفيذ ذلك وتقول بأنها لا تدعم أي فصيل في الشرق الكونغولي وما إلى ذلك الأمر تطور بشكل كبير جدا لدرجة أنه الأمم المتحدة باتت تحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مسلحة بين البلدين الأمر لم يصل بطبيعة الحال إلى ذلك وكانت هناك محاولات من بعض دول جوار من أجل تجاوز هذا الإشكال لذلك استضافت الأنغولا اجتماعا زنائيا بين هذين الطرفين وحضره رئيس البلدين فليكس شيسكيدي ورئيس رواندي بول كاغامي كانت هناك محاولات أيضا من بعض الأطراف الدولية الأخرى لا يزال التوتر قائما لكن حدته تراجعت بالتالي أعتقد أنه في المرحلة المقبلة هذا الملف يجب أن يركز عليه فليكس شيسكيدي بحيث يتجاوز هذا الإشكال لأنه يفوت الكثير من فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين الجاريين مدلت ذكت التعاون الاقتصادي الكونغو هي فاعل أساسي في هذه المنطقة المنطقة التي تشمل طبعا حوض الكونغو بترواته الهائلة طبعا البلاد تطلع إلى تنمية شركات اقتصادية مجدية ناجعة تعود بالنفع على الكونغو من خلال استغلال موقعها الاستراتيجي في هذا الفضاء الإيكولوجي الفريد أكيد هذا أيضا البعد شكل أحد المحاور الرئيسية لنقل في التعهدات الانتخابية لرئيس فليكس شيسكيدي خلال الولاية الثانية لأن البلاد في الفترة السابقة لنقل لم يكن شركاؤها متعددون بدرجة كبيرة جدا بحيث كانت تعتمد على شريك أو اثنين وهذا فوت عليها إمكانية الاستفادة من تعدد الشركاء خصوصا وأن الكونغو غنية بالكثير من المعادن التي تدخل في صناعات الهواتف والشرائح الإلكترونية وما إلى ذلك بالتالي هذه المعادن تشكل اليوم يعني الإقبال عليها كبير جدا دوليا لأنها تدخل في الصناعات بالاعتماد عليها بتعدد الشراكات بعدم الانصياع لشريك واحد ولاحظنا كيف أن فليكس جيسكيدي انتبه إلى ذلك ويعني رفع الصوت عاليا في وجه فرنسا وتوترت العلاقات معها الآن سيركز على تعدد الشركاء بحيث تصبح الكونغو يعني منارة لمختلف هؤلاء الشركاء ولكن بما يحترم السيادة وبما يحترم أولويات البلاد الاقتصادية والتنموية لأن الموارد كبيرة جدا قادرة على جعل شعب البلاد غني بنسبة كبيرة جدا مئة مليون نسمة ولكن موارد كبيرة جدا والبلاد غنية فيها بالتالي إذا ما تم القضاء على العامل المتعلق بالتحدي الأمني وفتح الباب أمام تعدد الشراكات أعتقد أن الولايات الثانية يستكون اقتصادية وتنموية بالدرجة شكرا جزيلا لك زميل محفوظ ولد سالك مسؤول تحرير بإذاعة ميديان خبير في الشؤون الإفريقية شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات بإمكانكم مشاهدين الكرام العوداء إلى هذه الحلقة والإطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني ميديان تيفي توت كوم شكرا للمتابعة وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة